فوز على فريق زي الاتحاد فريق كبير الحقيقة وبصرف النظر عن أسماء المحترفين وبصرف النظر عن القيمة التسويقية للفريق وصفقات بحجم لعيبة أبطال عالم يعني نقوله كانت بطل عالم مع تشيلسي ومع فرنسا كريم بن زيما نجم ريال مادريد أفضل لعب في العالم السنة اللي فاتت وحتى الصفقات فابيني وليفر بول بطل عالم رومارينيو جوتا كورنادو كلها أسماء كبيرة جد بس بصرف النظر حتى على أسماء دي ويبقى الاتحاد واحد من كبارة الكرة الأسيوية ده أبدا والخسارة دي أبدا ما تقللش منه ده شيء لابد أن احنا نتفع عليه لكن الأهم هو أنه إزاي أنت بتتعامل يعني لو حد كسب أي نادي تاني كسب الاتحاد في نفس الظروف دي ممكن يعيش على ده سنين قدام يعني ياخد المباراة دي والنتيجة دي وخلاص كده تمام اتعشت زي ما احنا بنقول الأهلي ما فاتش 24 ساعة على المباراة قفل الصفحة والنهارده ما فيش كلام عن مطشة تحاد جده خلاص كلام كله احنا في اللحظات اللي بيكلم حضراتكم في الوقت الفريق متجه لملعب التدريب عشان يحضر ما عندكش وقت 48 ساعة النهارده وبكرة دي لقطات من المقر اقامة الفريق من فندق اقامة الفريق في بعث النادي الأهلي في جده بيتحركوا دلوقتي لملعب المباراة كابتن خالد بيبو طبعا مدير الكرة واستاذ جمال جبر موجودين مع الفريق لحظة بلحظة هاني نجم علامي علامي الناس على فكرة هاني يعني الناس ما عندهاش شك في إمكانياتك اللي بتظهر بيها في كاس العالم ده وفي كاس العالم اللي قابله وكاس العالم اللي قابله بيستنين منك كتير بقى في أفريقيا وفي الدوري المحلي كابتن سامي قمسان الجوندي المجول الكهرباء واحد اتنين أسست مبارح ولا أحلى ولا أجمل وكان سبب في افتاحات المشوار مارسل كولر الحقيقي اللي كان محل إشادة ودك جاياردو مبارح مارسلو جاياردو درس في كورة القدم ما هيك فيش بس أنك تكون معاك لعيبة تقيلة ووزنها ملي عالي تقيل زي ما نقول بلغة الملاكمة تنزلهم الملعب ويطلهم يلا يا رجال نزلين نكسب المطش المطش في المتناول لا الحقيقة أرى ودرس جاياردو من قبل انطلاقة المباراة وفيهم ولعب على التفاصيل واختار التشكيل كان ممكن مثلا حد يقول وكانت مفاجأة كابتن خطيب طبعا والدور الكبير جدا تشوف وجود الخطيب في أي بطولة مهمة أو أي مباراة مهمة دافع معناوي كبير جدا 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 وليه تأثير كبير جدا جدا على الدوافع عند اللعيبة يعني لا تقل الحقيقة بأي حلم الأحوال على شغل مارسل كولر لا يقل بأي حلم الأحوال عن توجود الجماهير في المدرجات واحد من أهم الدوافع الحقيقة اللي بتحرك كتير جوا اللعيبة بتطلع كلنا كنا مش متطمنين لمشاركة أهلي في البطولة عشان نتكلم من نجيب من الآخر الناس كتير كانت تلقائنا النتائج ما كانتش أحسن قبل النتائج حتى ما كانتش كويسة مستوى الأداء في فترة الأخيرة اهضار الفرص تعرفين الكلام اللي هكذا كلام فيه